اتشار في طريقة تغسل الجنجلان بقائم معي حتى نهاية الفيديو مع قناة سكينا إليكم أطباق سهلة والصحية ندوص لطريقة تغسل الجنجلان ندر الجنجلان في البانيو ونطلق عليه الممزين الرغبيني طريقة الجنجلان سهلة بحيث أن الجنجلان العامر يتسهل علينا العملية للتنقية عندما تغسل الجنجلان يكتر عليكم التنقية كما تلاحظوا تخلص صدغية من الجنجلان الخاوي ويبقى عليكم الشوائب التي تتنقية وغير قليلة بالنسبة للجنجلان فكيف لا تلاحظوا لما كيف يرفع الحاجة اللي خفيفة الفوق يعني طراب مثلا كيف قلت لكم الجنجلان اللي خاوي مثلا شي ربيعة شي حاجة كتطلع الفوق والتاحت من الجنجلان اللي بدأت تصفيه فيه ستلاحظوا بأن الحجر بقى التاحت يعني من اللي بدأت تصفيه فيه ستبدأت تكبه بشوية المهم الطريقة راه واضحة في الفيديو غير ركزه ستفهمه كتعرفوا وحد المثل كيقول وحد المثل عربي كيقولك ملء السنابي اللي تنحني بتواضعي والفارقة ترؤوسوهن شوامخو كتنطبق هالطريقة تغسل جنجلان كتنطبق على هاد المثل بمعنى أن الحاجة اللي تقيلة ما كتحبش الظهور والحاجة الخاوية ديما كتلقاها بين الفوق هذي غير بالمستملاحات كيف لا تلاحظوا سوف نزول الشوائب اللي يرتفع على الفوق سوف نأخذ الصفاء ونكبه غير بشوية بلاتي جنجلان سوف نصفي وستلاحظوا بأن الحجر والحسب قلت سوف تزيدوا حتى يتصفي كله لا تلاحظوا الطريقة كيفية سوف تزيدوا حتى يتصفيوا تزيدوا حتى تزيدوا حتى يس tú فضünü تلصنا اشتركوا في الاسفل اشتركوا في الاسفل اشتركوا في الاسفل فهذه الطريقة يعني جزء يجب عليك اخضروا الاسفل اشتركوا في الاسفل سوف نحضروا في الجنجل اذا كانت الحمد منها سأضح الاسفل اذا كانت اللاحة تمثل ومن ثم اعطء الاسفل وتجعل الاحتفل المهم كيف قلت لكم انه ما خصكمش تخليوهي تحمر غير ينشوف وتبداي تنقي فيه وعديك الساعة كتحمره في الفران او في المقلات وكي ولي جاهز باش تستخدميه في السلوء او الحلوية شكرا على المشاهد ونطلقوا في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة